الاسبوع الماضي مرأ علي موقف حزين وخلاني حزينة لبعض الوقت فهذا اللي اوحالي اني انا اعمل فيديو اليوم اليوم بدي احكي معاكم على شغلة انه يمكن الناس تكون مش فهمها صح او بتعتقد انه الواحد اذا دائما بيفكر بطريقة ايجابية فمعناها انه لازم يكون مبسوط طول الوقت هل هذا الحكي صحيح ولا لا تعالوا نشوف اليوم بدي احكي معاكم على التفكير السلبي والاجابي والسعادة سو هل الانسان اذا دائما بيفكر بطريقة ايجابية هل معناها انه دائما حيكون سعيد وما حتكون قدامه عقبات ولا عثرات في الحياة شو رأيكم؟ طبعا الاجابة لا وهل الانسان اصلا ممكن دائما وكل الوقت ليل النهار يفكر بطريقة ايجابية مهما مرأت عليه من ظروف وصعاب بالحياة طبعا لا كمان سو معناها انه الانسان اذا بيفكر بطريقة ايجابية هاي حتساعده على انه يتغلب على الصعوبات والمشاكل اللي بمرؤ فيها بالحياة بس مش معناها انه ما يحس باحسيس تانية متل احسيس الحزن او الاحباط لما يمرؤ بمواقف صعبة بحياته فعا هذا الاساس انا لما مدقت بمرحلة الحزن هاي حسيت فيها ايواز انتتش يعني كنت انا اتواصل مع احساسي الداخلي علشان اعرف بالزبط انا ايش اللي عم بحس فيه بدل ما انكر الاحساس بالحزن وقت اعمل ايش بنقول احنا تبريتند يتظاهر انه انا والله ما في شي بيحزني وحياتي كلها ياتا سعادة وانا مبسوطة او اني اروح للاتجاه التاني واللي هي انه انا اضل بفترة الحزن هاي لوقت طويل فحشان هيك الانسان لما بيفكر بطريقة ايجابية بصير هو دائما عنده وعي بكل دقيقة بحياته بافكاره كيف عم بيفكر وبحسيسه لانه الافكار اللي منفكر فيها هي بتولد الاحسيس والاحسيس طبعتنا هي اللي بتولد عنا السلوكيات اللي احنا منتصرف فيها في الحياة سو انا شو عملت اوكي الموقف كان حزين اعادت خليت حالي امرق بهاي المرحلة احس فيها اتواصل فيها مع نفسي من الداخل واعطي لحالي الصلاحية انه انا احس بهالطريقة مش اععد اقنب حالي واحس بالزنب لانه اوه انا رجع انا اللي بفكر بتفكير ايجابي انا لازم احط الدحكة على وجي وافكر بتفكير ايجابي واقول ما في شي ندايقني وخليني مبسوطة هذا الحكي هو اللي بيفرق بين الانسان اللي بيفكر بتفكير ايجابي ومتواصل مع مشاعره الداخلية ومع افكاره علشان يعرف كيف يمرق من هاي الفترة تاعت الاحسيس اللي لما بتكون مش احسيس اللي المثالية لقلو او الطريقة اللي بديو يحس فيها فعشان هيك انا ما بدي اياكم تفكروا والله انه واو او رجع بتفكر ايجابي تفكيرها ايجابي رجع لازم دايما تكون مبسوطة لا رجع زيكن رجع انسانة حيمرق عليها الكويس والمنيح حيمرق عليها صعوبات وحتمرق عليها اوقات حلوة حتبقى مبسوطة حتبقى محبطة حتبقى حزينة فهاي كلها مشاعر طبيعية بس الفرق بين الانسان اللي بيفكر ايجابي وبيفكر سلبي انه بكون عنده وعي هاي اول فرق بكون عنده وعي وادراك لطريقة تفكيره واحسيسه والشغلة التانية انه حتى لما بيحس باحاسيس مش سعيدة او ما بكون هو مبسوط في هذا الاحساس اللي هو فيه بيعرف كيف يطلع منه يعني بيحس فيها خليها فترة يوم يومين ثلاثة بس بعدين برجع لطبيعته برجع من التفكير السلبي اذا كان هو كان تفكير سلبي اللي ادى للحزن بالموقف طبعي انا اللي صار معي ما كان هو طريق التفكيري انا بس كان موقف انا تعرضتله اللي خلاني اكون حزينة فاقين الطريقة اللي انا تماشيت فيها مع هذا الموقف ومع هاي المشاعر انه انا غيرت الطريقة اللي انا بتطلع فيها على الموقف واعادت افكر بالايجابيات اللي طلعت من هذا الموقف انه ليش ربنا سبحانه وتعالى مثلا كان بدي شغلة وما اعطاني اياها لانه فيها خير دائما لقلي فعلشان هيك الواحد لازم يقامن بالخير وبقضاء الله بخيره وشره ونقول دائما ربنا يكتب لنا الاحسن وين مكان فبس انا حبيت احكي لكم هاي الشغلة على السريع وخليكم دائما بتفكير ايجابي بمشاعر ايجابية وان شاء الله بشوفكم المرة الجاي مع حلقة جديدة ومنحكي اجين على كيف انه نكون احنا سعداء بالحياة الله معكم شكرا كتير ولو سمحتوا اعطونا ثمز لايك فيديو شارت مع احبابكم خلينا ننشر السعادة بالمجتمع العربي الكندي والمجتمع العربي اجمع شكرا كتير مع السلامة باباي اشتركوا في القناة